أبراج هتبكي من شدة الفرح هذا الأسبوع بسبب ثلاث أحداث سعيدة ما يجي فرح بتكشف عنهم دلوقتي في هذا الخبر أول حاجة عندنا برج الحمل توقعت العامة الفلكية ما يجي فرح أن يكون العام الجديد جيد جدا بالنسبة لبرج الحمل وهيشهر تغيرات وفرص جديدة وكمان عنده فرص عالية وموقعه هيبقى متعزز جدا ويكون السفر صديق لبرج الحمل في العام الجديد خاصة ابتداء من شهر إبريل وهيكون ماهر في الأعمال التجارية والصناعية والمتوقع أن يكون أكتوبر ونوفمبر هما الأشهر الأفضل للحمل في الجانب العاطفي هيكون العام الجديد الأفضل لبرج الحمل وهيتعرف على حجب جديد أو لقاء استثنائي من المهم أن يولوا اهتماما خاصا بصحتهم تاني حاجة عندنا تاني برج برج التور العام الجديد بتتوقع أن يكون عام الخروج من الأزمات لبرج التور وهيكون برج التور أول للأبراج اللي تتجاوز الأزمة وتنتهي الأزمة في مايو هيتجه برج التور نحو فرص نجحة وأعمال جديدة وشراكات تجارية نجحة وترقية في مجال العمل أو الانتقال لمركز أقوى في الجانب العاطفي هيوجه بعض الصعوبات لكن هينجحوا في التغلب عليهم وممكن يحدث حب من الخارج من ناحية الصحية توقعات جيدة ولكن يجب أن هم يتجنبوا ألام المعدد برج الجوزاء وصفت ماجي فرح سنة برج الجوزاء بأنها تكون بين الرجاء والشقاء من المتوقع أن يكون العام الجديد جيد لبرج الجوزاء ولكنه هيوجه تحديات لما يدخل ساترون برج الحوت وهتظهر بعض التنقضات والصعوبات المحددة ولكن من المتوقع حدوث تحسنات في مارس يجب على موليد الجوزاء أن يكونوا حذرين ومتطلبين في اختياراتهم العاطفية ومن الناحية الصحية يجب على الجوزاء الاهتمام بصحتهم وعدم التهاون بالتعب والإرهاق والحفاظ على سلامة الأعصاب نيجي البرج البعد كده السرطان هيكون أكثر انطلاقاً في العام أكثر انطلاقاً في الحب في عشرين أربعة وعشرين وتكون سنة جيدة بانتظارهم مع فرص واحتمالات وبداء الجديدة بدل من الأعمال السابقة وماريد برج السرطان لازم يبقوا حاضرين لأن فيه فرص وتحديات جديدة في انتظارهم لكن بالتركيز والتصميم هتمكنهم من تحيي النجاحات كبيرة في عشرين أربعة وعشرين وكمان هنتكلم داشاً على برج القوس برج القوس بالنسبة لهم عام ده السنة دي هي عام الحب المطلق في القوس هيجد الحب من النظرة الأولى ولكن يجب أن يكون حذر ومتطلب قليلاً في اختياراته العاطفية لو اتجوز القوس ممكن يواجه أزمة زواجية ويتخذ قرار مصيري بالنسبة للصحة هيتم علاج أي طارق توفير الدواء اللازم للقوس ويتحقق القوس في كل حاجة بيرغف فيها في عشرين أربعة وعشرين كمان الجدي الجدي هيواجه الجدي بعض الصعوبات في العمل في الشهور الأولى من العام ولكن هيتحسن الوضع بعد كده في مايو ويكون للجدي فرصة لكسب الكثير من المال والثراء والشهرة ويبدأ مشروع جديد بالنسبة للعاقات العاطفية يعيش الجدي مشاعر قوية ويشهد زواجه وولاداته وعلاقات مميزة يجب على الجدي أن يكون حذر خلال الشهور الأولى من العام ويعتني بصحته خاصة بالعضم ويشهد زواجه جديد بالنسبة للشهور الأولى من العام